اليوم عندنا الشرح كامل للمبتدئين للعبات هونكاي ستار ريل مع ان اللعبة نزلت او ستنسل بعد يومين من تاريخ هذا الفيديو سوف تحتاج لكي تعرف ماذا سوف تفعل في اي لحظة في اللعبة لو هم ان كنت تقدمت بعشرة ليبلز او فتحت اللعبة الان هذا الفيديو سيساعدك كثيرا لكي تفهم كل شي عن لعبة هونكاي ستار ريل وكيف تلعبها بشكل صحيح الكثير من فيديوهات ستار ريل قادمة هذه الايام فتابعونا لكي تفهموا كيف تتصرف اللعبة بشكل صحيح الجاتشا سيستم الجيم بلاي المودات كيف تحصل على شخصيات بسرعة وعن اقوى الشخصيات كل شي سنتكلم عنه قبل ان نبدأ لكي تصل لكي الاشتراك وبدون يطلطف الكلام فلنبدأ اولا ساتكلم بشكل سريع عن الكمبت او الجيم بلاي بشكل عام اللعبة عبارة عن ترن بيست ار بي جي يعني سوف تلعب حسب دورك كون بضرب احد الاعداء في العالم المفتوح وعندها سوف تدخل في كومبت وهكذا سوف تبدأ باستعمال اربع شخصيات من شخصياتك التي تملكها بعد ان تقتلها سوف تعود الى العالم وتقوم بأكسبلوريشن الان شرح للكومبت بشكل سريع كل شخصية عندها قدرتين قدرة نورمال تاك وقدرة معينة هذه القدرة تستعمل بعض الثامنة او النجوم الموجودة تحت على اليمين كلما جمعت اكثر نجوم كلما استعملت القدرة اكثر والقدرة تستعمل نجمة او نجمتين قدرة العادية تعطيك النجوم والاليمينتال سكيل سوف تنقص نجمة ومع الوقت سوف تفتح قدرة ثالثة كلما تقدمت في الكومبت وهذه هي الالتيميت وهي قدرة قوية تقوم بانيميشن ضخم وجميل لكل شخصية ودامج عالي او تكون ضربة قوية جدا حسب الشخصية وكل شخصية عندها باسيف معينة تقوم بتقويتهم من اي ناحية يمكنك تغيير بين هذه الشخصيات في الكومبت في اي وقت وتقوم بكومبوز معا والشخصية تملك ايلمنت معين او عنصر وهذه العناصر يمكن ان تقوم بكومبو مع العناصر الاخرى لكي تقوم بدمج اكثر يمكنك اكتشافها كلما لعبت اللعبة ولا نتكلم عنها كثيرا طبعا اللعبة من تطوير هويوغيرس او مي هويو وهم نفس مطويرين جنشين امباك لذلك اذا انت شخص لعب جنشين امباك تحكم وليو اي وهذه الاشياء سوف تكون قريبة جدا لجنشين وسوف يسعر عليك ان تفهمها لكن سوف اعتبر الجميع او الاغلب لا يلعبون جنشين لانو حتى لعيبي جنشين سوف تكون هناك اختلافات في اللعبة فيجب ان ترواها الآن عندك قدرة اخرى عندما تخرج من الكمبوز فكما قلت قبل قليل عندما تكون في العالم المفتوح سوف ترى الهاتف وتستطيع ان تبدأ بكمبوز معهم وتقوم بذلك عن طريق تلك القدرة وكل شخصية تختلف في هذه القدرة فاما تقوم ببوف لك او دي بوف للي ضدك ايضا يمكنك رؤية ما الالمنت القوي ضد هذا العدو قبل ان تدخل يعني يمكنك ان تختار الشخصيات المناسبة قبل اي كومبوت الان لتكلم عن الشخصيات وكيف تجعلهم اقوى وتقوم بليفل لهم بشكل صحيح اللعبة فيها شخصيات مختلفة وكل شخصية عندها قدرة معينة اتكلم بعد قليل عن طريقة الحصول على اكبر عدد من الشخصيات ولكن او بولا ينتكلم عن طريقة تقويتهم في البداية سوف يكون عندك المين كاركتر وشخصية مارش سيفن بعدها سوف تحصل على بعض الشخصيات الفورستار المجانية مع الوقت واللعبة فيها شخصية فورستار وفايفستار الفايفستار يكونون اقوى واصعب للحصول عليهم عن طريق القاتشا والفورستار اسهل في الحصول عليهم وبعضهم مجانيين وبعضهم في الحقيقة اقوية كبداية في اللعبة تقوم بليفل اوب للشخصية باستعمال الماتيريالز وكل عشرين او عشر لفل سوف تحتاج لكي تقوم بأسنشن لهم الان لكي تقوي شخصياتك لأكبر عدد ممكن يجب ان يكون التريل بليزر ليفل خاصتك ايضا عالي يعني عندك ليفل اخر وهو ليفل الاكاونت كامل يسمى تريل بليزر ليفل تقوم بزيادته كلما قمت بي اللي هي الاكسبلورينج وايضا الديلي ميشنز والتقدم في القصة يعني مشابه لالادفانشر نانك في جنشن بعد ذلك عندنا اللايت كونز وهم مشابهين للأسلحة في جنشن هم لايت كونز تكون عندهم باسيف معينة وتقوم بتركيبهم على اي شخصية تريدها وهذه الباسيف تعمل على الشخصيات الاخرى بكمبو معين يعني لا يجب ان تضع اي سلاح على اي شخصية يجب ان تقرأ قبل كل شيء ما الشيء الذي سوف يعطيك هذا السلاح في البداية السلاح عندها مينستر تزيدك اتاك او ديفنس او شيء معين وايضا يملك باسيف يمكنك ان تقوم بتقوية الاسلحة بطريقتين اما السوبر امبوز او الريفاينمنت وهو ان تقوم بدمج نفس نوع السلاح وهذا سوف يقوي الباسيف الذي يملكها السلاح او ان تقوم بليفل اوب بطريقة عادية واسنشن كما تقوم لليفل اوب للشخصيات بعد ذلك عندنا التريسز التريسز عبارة عن سكيل تري ولكن ليست كاي سكيل تري في كل الالعاب لانه لن تحتاج لكي تختار شيء معين وتترك شيء اخر في النهاية سوف تقوم بتقوية كل شيء في هذه السكيل تري السكيل تري هي عبارة عن انك تقوي قدرات الشخصية تقوم بليفل اوب لها عن طريق الحصول على وتلفيل الشخصية في نفس الوقت ولكي تقوي كل هذه التري سوف تحتاج للكثير والكثير من الموارد وهذه الموارد تصبح اصعب كلما تقدمت في الليفل لكن سوف تستطيع ان تقويها كلها ربما هناك شخصيات تجدها لا تحتاج لتقويات شيء معين مثلا تحتاج لتقويات البيسيكاتكس او لا تحتاج لتقويات الباسيف لكن في النهاية تستطيع تقويات اي شيء تريده بعد ذلك عندنا الريليكس والريليكس مشابهة للارتيفاكس في جنشن ولكن فيها تغيير قليل هنا عندك ستة اشياء يمكنك ان تلبسها على الشخصية وهذه الستة عبارة عن الجير او الذي يقوي الشخصية والذي تلبسه على الشخصية اولا عندك الجير العادي والذي يكون عندك منها اربعة قطع وكل القطع فيكون فيها مينستات وسبستات المينستات ربما يكون كريد دامج اتاك ديفانز او شيء من هذا القبيل وسبستات يكون شيء تحصل عليه بالحظ كلما قمت بليفل اب لهذه القطع كل قطعة تملك باسيف معينة ولكي تقوم بتفعيل الباسيف يجب ان يكون عندك قطعتين من نفس النوع لكي تحصل على اول باسيف وكي تحصل على الثاني باسيف تحتاجي اربع قطع من نفس النوع بعد ذلك هناك القطعتين الزائدتين اللي هم الدائرة وذلك الثعبين لا اعلم كيف اسميهم والذين يملكين ايضا باسيف اخرى للتو بيس يعني اذا حصلت على تو بيس من نفس النوع سوف تحصل على باسيف معينة كل شخصية سوف تستعمل باسيف بطريقتها لن تحتاج لكي تعطي شخصية هيلر تعطيها شيء للأتاك فهذا لن ينفع المهم انه الفور بيس للريليكس السهلة لكي تحصل عليها من اغلب الموديات الموجودة في العالم اخيرا هناك الايدلون سيستيم وهو عبارة عن الكونستليشنز كلما حصلت على الشخصية مرة اخرى نفس الشخصية حصلت عليها سوف تحصل على ايدلون وهو شيء مريب الكونستليشنز كما قلت كلما قمت بالحصول على واحدة سوف تحصل على تقوية كبيرة جدا للشخصية تكلم عن في اللعبة اولا عندك القصة وهي ربما اهم شيء في اللعبة اللعبة تملك قصة قوية جدا كما تكلمت عنها في فيديو البتا كلما قمت بالقصة سوف تكتشف اشياء جديدة وربما تحصل على بعض الشخصيات وتحصل على بعض الكورنسي لكي تحصل على شخصيات اخرى ايضا هذا سيبس يعدك كي تحصل على لعنة عندما تكمل القصة لانه القصة سوف يمكنك ان تكملها ويتم القيام بأبديت لها كل مدة اللي هي الشركة سوف تزيد في القصة مع الوقت مثلما تقوم مع جينشين العين عندما تكمل ذلك سوف يكون هناك ايضا موديت اخرى اول واهم موديت هي التي تستعمل السامينة كل يوم كل 24 ساعة سوف يكون عندك 180 سامينة في حسابك هذه المئة واثانين يمكنك ان تستعملها في دانجينز معينة بعضها تعطيك جير معين او الفور بيس الذي تكلمت عنها قبل قليل بعضها تعطيك اكس بي للشخصيات لكي تقوم بتلفيه للشخصيات بشكل سريع بعضها تعطيك اشياء لكي تقوي سكل تريل خاصة بالشخصيات وبعضها تساعدك على تريل بليز لفل عندك ايضا الديليز وهي عبارة عن بعض الميشنز التي تقوم بها يوميا تكون سهلة غالبا وتعطيك الكثير من الاكس بي وايضا السامينز لكي تستطيع ان تحصل على شخصيات وهذه مهمة للقيام بها كل يوم لكي لا تكون بعيد عن اللاعبين الاخرين وهناك ايضا ويكلي بوسز يعطوك اشياء صعبة في الحصول عليها يمكنك ان تقتل هذه الويكلي بوسز ثلاثة مرات في الاسبوع كاكثر شيء هم يعطون اشياء قوية جدا في الاسنشن وهناك شيء يسمى بالويكلي بوينتز وهذه الويكلي بوينتز سوف تساعدك للحصول على اكثر سامينز كل اسبوع لكي تحصل عليها يجب ان تقوم بمهماتك الاسبوعية وهي شيء زائد عن لعبة جنشن امباكت مثلا في الحقيقة اخيرا عندنا احد الاند جيم كونتت الموجود في اللعبة المسامة بالفورغوين هول وهو عبارة عن شيء مشابه للابس تكون هناك مود يسمى ميموري هذا المود سوف يكون في 15 فلور و45 ليفر يكونون فيهم تحدي وتقوم بهم لكي تحصل على الكثير من الموارد ولكي تقوي شخصياتك وتحصل على بعض شخصيات الفروستر المجانية اولما تخلص من 15 فلور اوف ميموري سوف يفتح شيء جديد لك يسمى الميموري اوف كايوس فيها 10 فلور وثلاثين ليفل وهو يقوم بريسات كل 15 يوم تقريبا والذي فيه ايضا الكثير والكثير من الموارد التي تساعدك في الحصول على شخصيات وتقويتها طبعا كل ما تقوم بليفل اوف للتريل بليز ليفل يجب ان تذهب الى شخصية معينة وهذه الشخصية عندما تكلمه سوف تعطيك موارد اكثر وايضا تفتح لك اشياء جديدة مثل الدنجنز وايضا القدرة على القيام بليفل اوف اكثر لشخصيتك فكل ما تقدمت بعشرة او خمسة ليفل اذهب لها لكي تتأكد انك في اقوى ليفل معين اخيرا نتكلم عن طرق الحصول على الشخصيات والغاتشا سيستم هناك ثلاثة بانرات في اللعبة بانر الستاندرد وبانر الشخصية الليميتد وايضا بانر الاسلحة بالنسبة لي بانر الاسلحة لننتكلم عنه اغلبنا لنهتم به في البداية طبعا هذا السامنز وهذه الامر سوف اشرحها بشكل مفصل في فيديو اخر لكن لننتكلم عنها باقتصار عندك اول نصيحة انه في ستاندرد بانر لا تقوم باستعمال الكورنسي اذا حصلت على سامنز مجانية من اللعبة استعملها في ستاندرد بانر واذا لم تحصل عليها استعملها في الليميتد بانر على الشخصية التي سوف تكون موجودة وللمعلومة الشخصية الموجودة حاليا في البانر في بداية اللعبة تسمى سيلي هذه الشخصية شخصية قوية جدا اذا كنت تريد الحصول عليها فحاولا تحصل عليها والقيام بسامن لها كلما قمت بعشر سامن سوف تحصل على الاقل على شخصية واحدة فور ستار وكلما قمت بخمسة وسبعين سامن تقريبا سوف تحصل على شخصية فايف ستار اذا كنت في الليميتد بانر هناك نسبة خمسين بالمئة عن تحصل على الشخصية التي تريدها وخمسين بالمئة عن تحصل على شخصية من الستاندرد إذا لم تحصل على الشخصية التي تريدها 75 القادمة سوف تكون بنسبة 100% تحصل فيها على الشخصية التي تريدها أعلم أنه الأمر صعب خاصة الذين لا يلعبون انجلشان ربما لا يفهموا الأمر بسهولة لذلك سأقوم بفيديو كامل عنها بالنسبة للستاندرد بانر هناك تغيير قليل هناك نظام البيتي الذي تكلمت عنه قبل قليل كل 75 ولكن عندما تقوم بأول 300 سحب لك في هذا البانر سوف تفتح لك قائمة تختار فيها أحد شخصيات الستاندرد بانر وتحصل عليهم مجانا وتختار الشخصية التي تريدها لا يحظ في هذا الأمر يعني هذا غالبا ما سوف تقوم به غالبا سوف تقوم بصرف الستامنة كل يوم والقيام بالديليز والويكليز وتعلم شخصياتك والقيام بليفل لهم ومحاولة الحصول على شخصيات لتقويتها لكي تستطيع أن تقوم بالفوز في مواد الميموري وكلما يزيدون مدات أخرى لكي يزيدون من التشالنج عليك وأيضا لكي تكمل القصة اللي هي قصة رائبة كما تكلم هذا هو كل ما تحتاجه لكي تفهم اللعباء في البداية وتلعب بشكل جيد منذ البداية قبلوا لي رأيكم على الفيديو لتسروا لايك والاشتراك وأيضا دخول للقناة هناك الكثير من الفيديوهات القادمة لهن كاي ستار ريل سوف تسعيدكم كثيرا أيضا ننازل عن كينشن وتاورو فانتيزي وألعاب أخرى فالورينت وأوفرواج فو كل شي تريده شكرا لكم على المشاهدة سلام عليكم اشتركوا في القناة